السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتابعينا الكرام يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد ورد حمادة داود على مستر عاطف قال ايه? وايه اللي حصل? وايه موقف حمادة? مين كلام مستر عاطف? هنعرف كل التفاصيل مع بعض. بس ابل ما نبتدي الفيديو بتاعنا ياريت نضع اللايك ونعمل اشتراك في القناة. نفعل زر الجرس على الكل عشان يصيركم مني كل جديد. وين صلى على نبينا محمد عليها? افضل الصلاة والسلام. اخواتنا في غزة. في سوريا. في لبنان. في السودان. ان شاء الله ربنا يكبرهم. وينصرهم عاجل. غير اجل. الله ما امين. يا رب العالمين. طيب تلع علينا حمادة داود يا ولاد. بعد طبعا كلام مستر عاطف. على كلنا عارفين. انه مستر عاطف حب يتدخل ويصلح اللي اخوات على بعض. وقال كمان ان هو عشانين شكلهم طبعا على السوشيال ميديا وان هما بيقلب بعض. وكان قال عن القناة النقضي. يا جماعة حاولة توهدوا شوية على الى داود. حابنا واما يرجعوا البعض ويصفوا النفوس. وانا هتدخل ولم الموضوع. طبعا طلعت علينا بعض القنوات وبعض الناس وبعض التعليقات. بتقول ان مستر عاطف قبد من زهية. وهو هيجي مع زهية ضد حلمية. ومش هيبقى منصف وطلع كلام كتير قوي. وطلعت طبعا ردت على مستر عاطف. وقالت يا مستر عاطف انا عارفة مين اللي بيعمل كل ده. انت كويس ان انت حبيت تصلح الاخوات مع بعض. انا معاك في الصلح. وطلعت طبعا زهية. يا كبرت العيلة. ازاي ما تجينش انا يا مستر عاطف. ازاي تروح تتكلم مع الاتنين دول. طبعا زكرت اتنين. ففي بعض الناس قلت لك اللي تندول حمادة وطارق. قالت له ازاي تروح تتكلم معاهم. دول مش عايزين صلح. اه لكن طبعا في الاخر عارفنا ان زهية بتتكلم على اه حماد رانية. قالت حماد رانية هي سبب المشاكل. طب ازاي هي سبب المشاكل. اما المين اللي بيطلع كلهم هي حماد رانية دي بتطلع في بس مباشر. وتقع تتكلم وتقول اه الاخوات كزا والاخوات كزا والدخوات كزا. ها? هي اللي بتطلع تقول اصلح المية. دي مش اخت دي كلبة فلوس. اصلح حمادة ومراته وبناته. اصلح اه نيرمين فيها وفيها وفيها. ها? هي حماد رانية اللي بتطلع تقول كل ده. ما ظنش عندها اي معلومات الست والله اعلم يعني احنا ما اسمعناش على لسانها اي حاجة. انت اللي بتطلع تقول انت ورانية. تمام. جيه حمادة طبعا نرجع لحمادة بسرعة كده. حمادة بيقول ايه? بيقول يا جماعة. انا محدش تواصل معي. كان فيه ناس بتقول ان مستر عاطف تواصل معي. لا اهو متواصلش معي. طبعا مستر عاطف ما قالش ان انا تواصلت مع حمادة. تمام. اه قال لي يا جماعة مستر عاطف متواصلش معي. وانا معرفش انا سمعت زي زي الناس على السوشيال ميديا. اللي مستر عاطف بقول عايز تدخل طبعا مرحب. بتدخلوا واحنا مش ضد الصلح بالعكس. اه وكمان بيقول انا اه محصلش معي اي تدخلات. ولا قلت ولا رفضت الصلح. بالعكس انا مرفضتش الصلح نهائي. التواصل ده لسه يدوبك ابتدى النهاردة. اللي هو كان يتكلم عليه حمادة. انا لسه مستر عاطف متواصل معي. وانا طبعا اتشرفت بتواصل الراجل. وقلت له قلت له كل قناة تبقى في محتواها. كل قناة اه ما تلاقحش على التاني. ما تتكلمش في اعراض. ما تسبش ما تشتمشي. انا وفاتي كل واحد يبقى في حاله. كل واحد يبقى في محتوايا. كل واحد يبقى اه في قناته وبس ملوش دعوه بالتاني ولا يرمي بلاها على التاني. وكمان اكد في كلمة على قنوات النقد. طبعا قنوات النقد اللي هي تعارفين طبعا بتحب الفتنة وتحب تطلع اخبار كده والشائعات تقول لها تواصلت مع فلان وفلان قلي وفلان عدلي. لأ قال لك بقى انت لحب تقول فلان وصل لي قول فلان فلاني باسمه. يعني مسلا تواصلت مع احمد قول انا تواصلت مع احمد. مع زها يقول تواصلت مع زها. مع راني يقول كلامه خلاص. كلام مرسل عشان طبعا تطلع المشاهدات عندك انا تواصلت مع فلان من قلب العيلة. آآ طبعا ما بيقولش اسامي. عشان خاطر ايه? عشان خاطر طبعا الدنيا تفضل هيجة والدنيا تفضل مولعة. لا. هو بيقول كلام صريح قال يا جماعة. لو هتتواصل مع فلان قولوا اسمه. تقولوا اسمه. فلان ادياني معلومة كزا. انا تواصلت مع فلان وقال لي كزا. يا امتا ان انت بتخلي آآ الكلام آآ خلاص كده. يعني ما تطلعش كلام وما تطلعش اعاد. ان انت تواصلت مع حمادة او تواصلت مع طارق زي ما بعد القنوات قالت ان انت تواصلت مع الناس والناس قلت لك لا مش هتصالح. كل ده كان كتبه وكان فيك طبعا. الحمادة هتطلع واكد يا جماعة. مستراعات فلسة متواصل معه. آآ من يوم واحد بس. والراجل رحب بالصلح وما فيش اي مشكلة. واجه كلمة القنوات النقد اللي هي دايما بتجيب الموضوع ده وبتتكلم فيه. انهم ما يتكلموش غير على الشيء الصح وان ده شغلهم ده شغل قنوات النقد. انهم ما يطلعوا يتكلموا عن اي حاجة مش عاجبهم على السوشيال ميديا. لكن طبعا بيتكلموا بشيء صح ما يتكلموش بشيء خطأ. يعني ما يتبلوش عليهم او ما يطلعوش اخبار كده او ما يطلعوش حاجات وروح نتواصلنا معاشهم مع ناس هم يكونوا ما يكلموش حد اصلا. ده كان كلام حمادة ورده على مستر عاطف. وكده حبيب قال بوصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بلا عليكم ما تنسوا اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل. وقومونت حلو زيكم كده بتجد المتابعين الجمال اللي ما شاء الله عليهم فعلا تعليقاتهم بتخلي الواحد يكمل وتدي له كده دفع ان هو يكمل ويكمل في النقد بتاعه. ان شاء الله لحد ما سوشيال ميديا او اليوتيوب كده يتعيدوا ويبقى فعلا بيقدم محتوى هادف. ولكم السلام عليكم.